السلام حبيباتي اهلا بكم على قناتكم وغساة ليلي قمنا نشوفوا الوصفة تعنا السلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنا تقول له شوية الوصفات ليمدت لكم بيزا رائعة بنات بيزا عائلية سريعة بدون اختمار والنتيجة روعة كما تلاحظوا معايا كما قلت لكم بعجينة سائلة البنات وفريمونت جيبنين بزاف نتمنى ان شاء الله تجربوها وفورا نبدو بسم الله المقادير تعالى عجينة تعنا البنات هنا عندي خمسمائة جرام فارينا عندي هنا زيت الزيتون نصف كاس تعلاتي تعالى زيت الزيتون عندي حبابايد عندي خميرة الحلوى وهنا عندي كاس حليب دافي عندي احشاب المناسيمة يعني اختاروا الزحتر ولا اي احشاب تفضلوها شوية فلفل اسود ولما يعني كما قلت لكم بنات بيتزا سائلة في الفرن اريد ان تجي رائعة وراح تشوفوا كيفية الطهي انتحها يعني الطيب لكم وسخته البنات رائعة وسهلة توجد تمتم متخمر موالو يعني تسلاح الاخوات لي خدموا ولا يكونوا مقلقين هنا درتش احشاب المناسيمة يعني كيف لكم احشاب المناسيمة لبنات هي الزحتر الحباق يعني كي ما تبغو لكم اختيار هنا درت 15 جرام تاع خميرة الحلوى 15 جرام بناتها هذا الساشي فيه 11 جرام كان عندي ساشي مبلع ونصف هنا ندير نخلط مليح النواشف وراح نزيد معها حبا بيد على وغل الاخوات لي عندهم الحساسية من البيض ممكن الاستغناء على البيض ما تديروش بسحة يعني لكما معنكم مشكلة نديرها احسن هنا ندير نص كاس تاع زيت الزيتون او زيت عادي انا ندير كاس تعلاتي الكاس تاع حليب دافي وهنايا نخلط مليح كما تلاحظوا معايا بالفوي يعني بالدراب اليدوي كما تستعملوا الملعقة هنا نبدأ ندير في الماء بس كما تلاحظوا معايا العجين دخلت لقاح في الفوي يعني في الدراب اليدوي الماء دافي بينسيو على وغل الماء البنات عندي كاس تعمية وخمسين ملي كاس تعمية وخمسين ملي تعمى دافي ندير الماء بشوية حتى نتحصل على خليط كما تحل المسكوت شو البنات يعني سائل شوية وخلطوا مليح لعجينة تاعنا بشجينة خفيفة ندير الفرن يحمى على مية وثمانين ميتين دراجة ندير الماء بشوية كما تقدروا شوية تاع بابري كلا بغتو في العجينة يعطيها دوق يعني نسمو العجينة تانا بشجينة بنينا تقدروا تانيك توم بودرا ولا ديرو مع دنوس يكون قطع رقيق رقيق بزف وولا هنا نبدأ نخلط كما تلاحظوا وولا خلطوا مليح لبنات حتى تحصلوا على هاد العجين او الخالط ليكون سائل كما تاع المسكوت شو ندير الزبدة ندير الزبدة ندير الزبدة فرشت ورقة يجب عليها من خلط و حمرة نفرق الخليط نحضرها كوجبة عشاء أو غادئ توجد تمتم اخيات اللي يقرروا في الجميع معنو مش الوقت اخيات اللي عاملات ولا ربات بيت تكون لاهية في الميناج و ماشي عارفة نتكون خارجة توجدها تمتم الطيب موالو رفقوها مع سالد سيكون وجبة غادئ أو عشاء سيختبط نينا و سيختبط نينا و لنبدأ قعد خالد سيكون جاهزة نضيف تقدمت السكنية كبيرة في الفرن نحلها جميلة تحلتها ثم تقرسها تقريب الملحة لا تضيف ملحة تحضر هنا نضيفها نص طياب نص طياب نص طياب 180 دراجة نص طيب نص طيب 3 طيب طماطم زيت زيتون طماطم 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 نص طماط نص طماط كما تستطيع نص طماط اختيار نص طماط يعني نص طماط نحل هنا معلوم نصف فيديوه واضح و هنا انا انا لدي مصر لبناطا ليس ضروري ادعو مصر اي جبن مبشر و الاكتور فيديوه بالجبن ساندويش لبناطا كما أخبرتكم أحضر القيامة نصف فيها المزاح الهواء لحشو يقومه بخطياري الاحمر تحته بخطاء الحشو تحتاج لخضار وكفتة جبن مطاق أدخلها تكمل طيابها ولكن سوف تقليل طيابا نضيف طيابا حمراء حقا نضيف حمراء تكتبه على نص الى الفرن و اضيفه طيابا قبل ان اخرجها اضيفه نضيفة حمراء طيبا و ادقي طيابا طيبا كمان تلاحظون معي افجم مجدد هايلا وطايبة يعني تخيبية وولا انقطع لكم قطعة بتشوفوا البيتزا تعناكي جات وانتشاهدون فرجلنا حبيباتي وفلات يعني ادلوا معها شوية عالك الزيت تعال بيتزا ليجي حار ولا شوية هريسة وشوية تعال الموتاد امتد صالات اللبنت رائعة رائعة وولا حبيباتي نقول لكم فيها يعني مغلدة مرقيقات تبقى ترقوها على هكا ديروا يعني الخالط وديروا شجح في الفرن يعني ديروا غيية شوية خلوا منها شوية يعني شو كم حمراء طيبة يعني على ما كما نقولوا فولا حبيباتي نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون الاعجابكم او او الوصفة خليكم في امان الله ونقولكم ان شاء الله في فيديو قادم او روتين قادم بنات سلام